دخل ملف المفقودين والمغيبين قصراً في العراق منعطفاً هاماً بعد تحرك مجلس القضاء الأعلى الذي يعد أعلى سلطة قضائية بالبلاد وتم الإعاز إلى محاكم التحقيق حسب الاختصاص المكاني بتلقي الشكاوى بخصوصهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمعرفة مصيرهم مجلس القضاء الأعلى أصدر بياناً بشأن مصير مجموعة من المفقودين وكانت حصيلة نتائج ذلك لغاية العشرين من تشرين الأول الجاري قسم من الأشخاص الوردة أسماؤهم ضمن القوائم كانوا موقوفين على ذمة قضايا تحقيقية وقد صدر قرار بالإفراج عنهم في حينه متهمون آخرون سبق وأن تم توقيفهم في بابل ثم أحيلت قضاياهم إلى محكمة التحقيق المركزية وتم الإفراج عنهم مفقودوا قرية الشيحة ناحية السقلاوية عشيرة المحامدة الذين فقدوا بعد سقوط محافظة الأنبار بيد الإرهاب تم تعميم أوصافهم ومفاتحة الجهات الأمنية مفقودوا صلاح الدين جار البحث والتحري عنهم وكذلك بالنسبة لمفقودي محكمة تحقيق المشروع ذو مفقودي محافظة كاركوك قاموا بالتسجيل شكاوى أصولية لدى محكمة استئناف كاركوك الاتحادية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبإمكان ذويهم مراجعة الجهات التحقيقية ويستمر التحري عن الذين لم يتم التوصل إلى مصيرهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمن في السلطة التنفيذية بمختلف مسمياتها